يبقى علم التدريب اختلف ولا ما اختلفش انا نفسي وده سؤال بتمنى ادارة الترخيص اللي موجودة في الاتحاد المصري لقرة القدم تطلع احصائية او تطلع علينا بيان بعدد المدربين اللي شغالين في الدور المصري او عدد المدربين اللي بيطلع في الاسنان التحليلية واخدين رخصات تدريبية لأي درجة يعني هل البرو بتاعت الكاف هل البرو بتاعت الويف الاتحاد الاوروبي ولا سي وبي في الاتحاد الافريقي ده مهم جدا عشان نعرف برضو الدور المصري لأي مدى سواء الاسنان التحليلية او حتى المدربين اللي شغالين في الدور المصري درجة الكفاءة او درجة الدراسة ما بين كله مدرب والاخر وصل لأي مرحلة يمكن البعضة ممكن يكون واخد الرخصة سي لكن مع ذلك بيحقق نتائج اكبر من اللي واخد البرو وارد لكن انا من خلال متابعات للدور المصري لا انت الاهل على اقل لما تعاقد مع بيت سمسيماني ده مدرب معاه الرخصة برو ورخصة المحترفين في الاتحاد الافريقي وراح حضر معايشات في الاتحاد الاوروبي فبالتالي راجل على وعي وزكاء كبير جدا في مسألة الاحمال التدريبية مع كمان محلل الاداء اللي موجودين معاها لانه الراجل بيعتمد بنسبة كبيرة على طاقم التحليل الاداء اللي شغال معاه وبالتأكيد يعني شغل الاسكاوتينج ده لا يقل اهمية عن دور مدرب الاحمال او دور الجهاز المعاون لأي مدير فن طيب كلمنا عن الراحة والاجازة والحساب بالقطعة والتقييم بالقطعة وتقييم اللاعبين بشكله بسرعة ورقوب الترند الجوزية الاخيرة انبارح بيتسو موسيماني شكر رامي ربيعة ناس كتيرة تستغرب ايه الفكرة في كده انبارح بيتسو موسيماني لما تكلم عن رامي ربيعة ده اندل على شيء بدول ان الراجل كمان متابع اللي بتكتب على بعض اللعيبة لان الفترة الاخيرة بدول اي سابق انذار كده البعض طلع يعني كتب خبر عاري تمام من الصحة وملوش اي معنى ان رامي ربيعة يمكن عمل مشكلة مع بيتسو موسيماني عقب مباراة بالمراس وان رامي ربيعة دايما مفيش علاقة جيدة في التعامل بينه بين بيتسو موسيماني انبارح نتفرج على المباراة انبارح لما الراجل يحتاجه شارك بشكل اساسي طب ظهر ووقت ما الجهاز الفني بيحتاجه موجود ولا مش موجود موجود طب هل الاداء فقط ولا الجهاز الفني كمان بيسني على اداء رامي ربيعة لا انبارح بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي اشاد برامي ربيعة معنى الايشادة دي معناها ايه ان اللي بيتكتر في الفترة اللي فاتت دا كله كلام فاضي كلام ملوش اي معنى الناس بتملأ ايه مساحة وخلاص فبالتالي رامي ربيعة ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم صاحب الجولة افضل لاعب في الجولة التانية في دورة ابطال افريقيا وده اول مباراة لي مع النادي الاهلي عودة محمود متولي